على بريطانيا ان تفرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل في حال قيامها بضم مناطق من الضفة الغربية بحزب ما جاء في رسالة وجهت الى رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير خارجيته دومينيكراب مطلع الشهر الجاري ففي تدخل غير مسبوق طالب السياسيون بمن فيهم اعضاء سابقون في الحكومة ووزراء وكبار مدبروماسيين باتخاذ اجراءات لا اقوال في معارضة ضم اسرائيل للاراضي الفلسطينية وان ذلك سيكون ضربة قاتلة لفرص السلام على اساس اي حل قائم على دولتين وحتى كتبت هذا التقرير وقع على رسالة او اعلن دعمه 147 سياسيا على رأسهم زعيم المعارضة الاسبق جيريمي كوربين وجاء في الرسالة بان المواقعين يعبرون عن غضبهم من خطة الحكومة الاسرائيلية الجديدة المعلنة لضم مناطق من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في حزيران يونيو عام 1967 وتشير الرسالة بان ضم الاراضي المحتلة ينتهك العديد من قرارات مجلس الامن وان البيانة المشتركة التي اصدرت حكومة المملكة المتحدة مع كل من فرنسا والمانيا وايطاليا وايسبانيا في الثاني عشر من سبتمبر الماضي كان واضحا جدا بان الضم من جانب واحد لاي جزء من الضفة الغربية سيكون خرقا خطيرا للقانون الدولي الذي يحضر الاستيلاء على الاراضي عن طريق الحرب وتضيف الرسالة بان بريطانيا اذا ارادت منع الدول الاخرى ذات الطموحات الاقليمية من نسخ السلوك الاسرائيلي غير القانوني فيجب عليها ان تأخذ زمام المبادرة في الوقوف في وجه هذا العدوان الاسرائيلي وعلى المجتمع الدولي واجب الحماية للفلسطينيين تحت الاحتلال اشتركوا في القناة